أعزاء الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في مادة العلوم للصف الثالث الأعدادي الجزء الثاني الفصل الثامن البناء الذري والروابط الكيميائية الدرس الثاني من الفصل الثامن ارتباط العناصر نستعرض معكم أهداف الدرس وهي كالتالي أولاً يكتب الصيغة الكيميائية لبعض المركبات ثانياً يسمي بعض المركبات الكيميائية وفقاً لصيغتها الكيميائية عزيز الطالب يمكنك التعبير عن رموز الجزيئات والمركبات باستخدام رموز العناصر والأرقام تعالوا معي نوضح ذلك من خلال ارتباط العناصر التالية ترتبط ذرة هيدروجين مع ذرة هيدروجين أخرى برابطة تساهمية لينتج لنا جزيئ الهايدروجين حيث يعبر عن جزيئ الهايدروجين بالرمز حيث أن الرقم اثنان بعد رمز الهايدروجين يعني أن هناك ذرتين هيدروجين بجزيئ الهايدروجين ترتبط ذرة نايتروجين بثلاث ذرات من الهايدروجين برابطة تساهمية لينتج لنا جزيئ الامونيا النشادر يهبر عن جزيئ الامونيا بالرمز NH3 والرقم ثلاثة بجانب الرمز H في مركب جزيئ الامونيا أو النشادر يدل على أن هناك ثلاث ذرات هيدروجين في جزيئ الامونيا لقد عرفت عزيز الطالب من خلال دراستك للروابط الكيميائية أن ذرات العناصر تفقد أو تكتسب أو تساهم بإلكترون أو أكثر في مستوى الطاقة الخارجي لها في أثناء التفاعل الكيميائي لتكوين مركبات كيميائية ويعرف هذا العدد من الإلكترونات بالتكافؤ فماذا نقصد بالتكافؤ؟ هو عدد الإلكترونات التي تفقدها أو تكسبها أو تشارك بها الذرة من مستوى الطاقة الخارجي أثناء التفاعل الكيميائي لتكوين المركبات فعلى سبيل المثال فإن ذرة الأكسجين في الشكل أثناء وعددها الذر ثمانية وتوزيعها الإلكتروني إلكترونين في مستوى الطاقة الأول وستة إلكترونات في مستوى الطاقة الثاني فإن لها القدرة على المساهمة بإلكترونين في مستوى الطاقة الخارجي أو اكتساب إلكترونين من عنصر بلزي لتصل لحالة الاستقرار الإلكتروني وهذا يدل على أن تكافؤ الأكسجين اثنان لأنه يشارك بإلكترونين وكذلك يكسب إلكترونين وبالنسبة لذرة السوديوم وعددها الذر 11 وتوزيعها الإلكتروني إلكترونين في مستوى الطاقة الأول ثمانية إلكترونات في مستوى الطاقة الثاني وإلكترون واحد في مستوى الطاقة الخارجي فإن لها المقدرة على فقد إلكتروناً واحداً من مستوى الطاقة الخارجي لتصل لحالة الاستقرار الإلكتروني وهذا يدل على أن تكافؤ السوديوم واحد لأنه يفقد إلكترونا واحدا أما ذرة الألمنيوم وعددها الذر 13 وتوزيعها الإلكتروني إلكترونين في مستوى الطاقة الأول وثمانية إلكترونات في مستوى الطاقة الثاني وثلاثة إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي فإن لها القدرة على فقط ثلاثة إلكترونات لتصل لحالة الاستقرار الإلكتروني وهذا يدل على أن تكافؤ الألمنيوم ثلاثة لأنه يفقد ثلاثة إلكترونات ملحوظة مهمة يمكن للعنصر اللافلزي أن يساهم ويكتسب إلكترونات كما في الأكسجين كما يمكن للعنصر الفلزي فقد الإلكترونات فقط كما في الألمنيوم والسوديوم عزيز الطالب يمكنك الرجوع إلى الكتاب المدرسي صفحة 147 الجدول رقم واحد يبين أسماء بعض العناصر والرموز الممثلة لها وتكافؤاتها وستلاحظ عزيز الطالب من الجدول عند رجوعك إليه فإن معظم العناصر لها تكافؤ واحد إلا أن بعض العناصر لها أكثر من تكافؤ وبذلك تكون ذات قدرة مختلفة على التفاعل تحددها المواد المتفاعلة معها وفي بعض المركبات تسلك مجموعة من ذرات مختلفة سلوك الذرة الواحدة في التفاعل الكيميائي وتسمى المجموعة الذرية فماذا نقصد بالمجموعة الذرية؟ هي مجموعة من ذرات مختلفة في مركب تسلك سلوك الذرة الواحدة وتختلف المجموعات الذرية في تكافؤاتها فالجدوى الأدنى يوضح بعض هذه المجموعات الذرية والرمز الممثل لكل منها صيقتها الكيميائية وتكافؤاتها أولاً الهايدروكسيد الصيغة الكيميائية O H إذ تتكون مجموعة الهايدروكسيد من ذرة هيدروجين وذرة أكسجين التكافؤ واحد ثانياً الكربونات الصيغة الكيميائية CO3 إذ تتكون مجموعة الكربونات من ثلاث ذرات من الأكسجين وذرة كربون التكافؤ اثنان ثالثاً الكابريتات الصيغة الكيميائية SO4 إذ تتكون مجموعة الكابريتات من أربع ذرات من الأكسجين وذرة كابريت التكافؤ اثنان ملاحظة يتم الرجوع إلى الجدولين صبح 147 في الكتاب المدرسي لمعرفة تكافؤات بعض العناصر والمجموعات الذرية لقد حفز كثرة المركبات الكيميائية وتنوعها العلماء على التفكير في طريقة يتم من خلالها التعبير عن تركيب المادة وفق العناصر المشكلة وعدد ذراتها وقد كان لهم ذلك من خلال الصيغة الكيميائية والتي تزودنا بمعلومات عن العناصر التي تكون مركباً ما وعدد ذرات كل عنصر في ذلك المركب فالصيغة الكيميائية للماء H2O على سبيل المثال تدل على أنواع العناصر التي يتكون منها الماء وعدد ذرات كل نوع من هذه العناصر ففي الصيغة الكيميائية للماء نستدل على وجود نوعين من العناصر وهما الأكسجين والهايدروجين كما نستدل على عدد الذرات المكونة للجزء الواحد للماء وهما ذرة هايدروجين وذرة واحدة من الأكسجين الصيغة الكيميائية هي تعبير بالرموز يبين العناصر المكونة لمركب كيميائي وعدد ذرات كل عنصر تتم تسمية المركبات الكيميائية وفقا لصيغتها الكيميائية في بعض العناصر يضاف المقطع يادال بعد حذب بعض الحروف وذلك للتخفيف من اللط مثال على ذلك أنصر الأكسجين تسميته الكيميائية أكسيد بحيث يتم حذر تلك الحروف الجيم والياء والنون وإضافة المقطع يادال عنصر الهايدروجين تسميته هايدريد بحيث يتم حذر تلك الحروف الوا والجيم والياء والنون وإضافة المقطع يادال عزيز الطالب يمكنك الاطلاع على جدوى الرقم واحد تسمية المركبات الكيميائية وذلك بالكتاب المدرسي صفحة 80 كما يمكنك الرجوع إلى الجدولين صفحة 147 للاستعانة بالتكافؤات وذلك لكتابة الصيغ الكيميائية ففي درسنا هذا سنركز على تسمية المركبات الكيميائية إضافة إلى ذلك كتابة الصيغ الكيميائية أمزل على الصيغ الكيميائية وفي الأمثلة التالية سنتعرف على كيفية تسمية المركبات الكيميائية وفق النصيغتها الكيميائية ففي الصيغ الكيميائية الأولى CAO يسمى أولا العنصر الموجود عن يمين المركب مع إضافة المقطع ياء دال في نهاية العنصر كما تعلمت سابقا في بعض العناصر يتم حذب بعض الحروف وذلك للتخفيف في اللط كما في الأكسجين والنيتروجين والكربون وكذلك في الهيدروجين والفوسفور حيث سيكون تسمية العنصر هنا أكسيد ثم يذكر اسم العنصر الذي يقع عن يسار المركب إذ سيكون اسم العنصر هنا الكاليسيوم إذ يسمى المركب وفقا لصيغته الكيميائية أكسيد الكاليسيوم أما بالنسبة إلى الصيغة الكيميائية الثانية أكسيد الكيميائية الثانية يسمى أولا العنصر الموجود عن يمين المركب مع إضافة المقطع أعياء دال في نهاية العنصر فسيكون تسمية العنصر هنا كيبريتيد لاحظوا كيبريتيد الهايدروجين أما في الصيغة الكيميائية الثالثة Na2CO3 إذ يحتوي المركب هنا على مجموعة ذرية إذ سيذكر أولا اسم المجموعة الذرية عن يمين المركب دون إجراء أي تغيير في اسمها فاسم المجموعة الذرية هنا كربونات ثم يذكر اسم العنصر الذي يقع عن يسار المركب حيث سيكون اسم العنصر هنا الصوديوم إذ يسمى المركب وفقا لصيغته الكيميائية كربونات الصوديوم ملاحظة مهمة يتم الرجوع إلى الجدولين صفحة 147 من خلال الشريحة السابقة تعرفنا على كيفية تسمية المركبات الكيميائية وفقا لصيغتها الكيميائية وفي هذه الشريحة سنتعرف على كيفية كتابة الصيغة الكيميائية وفي هذه الشريحة المركبات الكيميائية يتطلب ذلك معرفة رموز العناصر والمجموعات الذرية وتكافؤاتها ثم اتباع الخطوات في الجدول المجاور مثال واحد كلوريد الكاليسيوم أولاً أكتب رمز العنصر أو المجموعة الذرية تحت المقطع الذي يمثله في المركب إذ أن رمز عنصر لكلور سي أل ورمز عنصر الكاليسيوم سي أل ثانياً أكتب التكافؤ للعناصر أو المجموعات الذرية أسفر رموزها إذ أن تكافؤ عنصر لكلور واحد وتكافؤ عنصر الكاليسيوم اثنان ثالثاً أكتب الصيغة الكيميائية بأبسط نسبة من الذرات من خلال القسمة على العامل المشترك ثم قم بإبدال التكافؤ أي أعطي كل عنصر أو مجموعة ذرية تكافؤ العنصر أو المجموعة الذرية الأخرى وضعها أسفل يمين الرمز لتدل على عدد ذرات كل عنصر أو مجموعة ذرية في هذه الخطوة يتم إبدال التكافؤات حيث يعطى كل عنصر تكافؤ العنصر الآخر ومن ثم توضع التكافؤات أسفل يمين الرمز هكذا لتدل على عدد ذرات كل عنصر وأخيرا أكتب الصيغة الكيميائية النهائية وهي CACL2 فمن خلال الصيغة الكيميائية لكلوريد الكاليسيوم نستدل على وجود نوعين من العناصر هما لكلور والكاليسيوم كما نستدل على عدد الذرات المكونة للجزيء الواحد لكلوريد الكاليسيوم وهما ذرة إكلور وذرة واحدة من الكاليسيوم فعدد ذرات العنصر ناتج من تبادل تكافؤات العناصر مثال اثنان أكسيد الكاليسيوم اكتب رمز العنصر حيث أن رمز عنصر الأكسجين O ورمز عنصر الكاليسيوم C A ثانيا اكتب التكافؤ للعناصر إذ أن التكافؤ الأكسجين اثنان وتكافؤ عنصر الكاليسيوم اثنان ثالثا اكتب الصيغة الكيميائية بأبسط نسبة من الذرات من خلال القسمة على العامل المشترك حيث أن العامل المشترك هنا اثنان وناتج القسمة على اثنان هو واحد ثم يتم إبدال التكافؤات حيث يعطى كل عنصر تكافؤ العنصر الآخر ثم توضع التكافؤات أسفل يمين الرمز لتدل على عدد ذرات كل عنصر في المركب فمن خلال الصيغة الكيميائية لأكسيد الكاليسيوم نستدل على وجود نوعين من العناصر هما الأكسجين والكاليسيوم كما نستدل على عدد الذرات المكونة للجزيء الواحد لأكسيد الكاليسيوم وهما ذرة أكسجين وذرة كاليسيوم فعدد ذرات العنصر ناتج من تبادل تكافؤات العناصر مثال ثلاثة هايدروكسيد السوديوم أولا يكتب رمز العنصر أو المجموعة الذرية إذ أن رمز المجموعة الذرية هايدروكسيد هو OH ورمز عنصر السوديوم NA ثانيا تكتب التكافؤات للعناصر أو المجموعات الذرية إذ أن تكافؤ المجموعة الذرية الهايدروكسيد واحد وتكافؤ عنصر السوديوم واحد وفي الخطوة الثالثة يتم إبدال التكافؤات إذ توضع التكافؤات أسفل يمين الرمز لتدل على عدد ذرات كل عنصر أو مجموعة ذرية ومن ثم تكتب الصيغة الكيميائية النهائية NAOH فمن خلال الصيغة الكيميائية لهايدروكسيد الصوديوم نستدل على وجود ثلاثة أنواع من العناصر هم الهايدروجين والأكسجين والصوديوم كما نستدل على عدد الذرات المكونة للجزيء الواحد لهايدروكسيد الصوديوم وهم ذرة هيدروجين وذرة أكسجين وذرة صوديوم اختبر نفسك عزيز الطالب في المعلومات التي تعلمتها الآن اكتب الصيغ الكيميائية لكل من المركبات الآتية أولا كلوريد المغنيسيوم رمز عنصر المغنيسيوم MG ورمز عنصر الكلور CL تكافع عنصر المغنيسيوم اثنان وتكافع عنصر الكلور واحد يتم استبدال التكافؤات تكتب الصيغة الكيميائية النهائية MG CL2 ثانيا أكسيد الألمنيوم رمز عنصر الألمنيوم AL رمز الأكسجين O تكافع عنصر الألمنيوم ثلاثة وتكافع عنصر الأكسجين اثنان يتم استبدال التكافؤات تكتب الصيغة الكيميائية النهائية كالتالي AL2 O3 ثالثا هايدروكسيد الكاليسيوم يكتب رمز عنصر الكاليسيوم CA ومن ثم يكتب رمز المجموعة الذرية الهايدروكسيد OH تكافع عنصر الكاليسيوم اثنان وتكافع المجموعة الذرية الهايدروكسيد واحد يتم استبدال التكافؤات ومن ثم تكتب الصيغة الكيميائية النهائية CA OH 2 ملحوظة مهمة يتم وضع المجموعة الذرية بين قوسين ومن ثم وضع رقم تكافع عنصر الكاليسيوم وذلك لأن المجموعة الذرية تسلك سلوك الذرة الواحدة في التفاعل الكيميائي رابعا نايتريد المغنيسيوم رمز عنصر المغنيسيوم MG ورمز النيتروجين N تكافع عنصر المغنيسيوم اثنان وتكافع عنصر النيتروجين ثلاثة يتم استبدال التكافؤات ومن ثم تكتب الصيغة الكيميائية النهائية MG 3 N 2 الصيغة الكيميائية لكل من المركبات الآتية كالتالي كلوريد المغنيسيوم MgCl2 أكسيد الألمنيوم Al2O3 هيدروكسيد الكاليسيوم CaOH2 نايتريد المغنيسيوم MG3 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 Mg2 ملاحظة مهمة لحل هذا السؤال لابد من الرجوع إلى الجدولين صفحة 147